اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية استقبله بريكسل مديرة العمليات بالبنك الدولي ووفدا من رجال الاعمال الاوروبيين موسيقى موسيقى اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان تصادق على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان والوزير الاول يلزم القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود موسيقى 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 اهلا بكم في تفاصيل النشرة الواحدة عاد رئيس الجمهورية سيد محمد رشال ازواني مسامسي لانواكشوت قادما من بريكسل ببلجيكا بعد حضور منتدى الموابة العالمية منظمين من طرف الاتحاد الاوروبي بمشاركة ممثلين رفيع المستوى عن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوت الدولي منتونسي من قبل الوزير الاول سيد محمد بلال مسعود والوزير المستشاري برئاسة الجمهورية وعدد من اعضاء الحكومة وقائد الاركان الخاص لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوت الاربية ونائبة رئيسة جياتي مقشوب ورافق رئيس الجمهورية وفدها منظمة كل من السادة الدكتورة ماريم تدعاها السيدة الأولى المختار الجاية الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية عبد السلام المحمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة محمد محمود الإبراهيم خليل سفير موريتانيا في بريكسل سيد محمد الغابر مستشار برئاسة الجمهورية عيسة جلو مستشارة برئاسة الجمهورية الحسن الأحمد المدير العام للتشريفات الدولة وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد استقبل صباح أمس بمقار إقامته في بريكسل سيدة كاربنرين هارت مديرة العمليات بالبنك الدولي وتنول اللقاء سبل التعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة الدولية المالية الكبيرة جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد مختار للجاي ووزير الاقتصاد والتنمية المستديمة سيد عبد السلام ومحمد صالح وفي نفس السياق اتقى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني صباح أمس بمقار إقامته في بريكسل ببرجيكا وفدا من رجال العمال الأوروبيين وتنول اللقاء سبل تطوير التعاون وتعزيز فرص الاستثمار في بلادنا جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد مختار للجاي ووزير الاقتصاد والتنمية المستديمة سيد عبد السلام ومحمد صالح وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد أكد في خطابه بجلسة الانتقال الطاقوي المنظمة ضمن فعاليات منتدى البوابة العالمية ببريكسل لأن بلادنا لديها مؤهلات كبيرة لتصبح من بين الفاعلين الرئيسيين في السوق العالمية للهايدروجين الأخضر وصناعات التعدين الخضراء واستعرض رئيس الجمهورية أهم المميزات التي تتمتع بها بلادنا بفضل مؤهلاتها وموقعها الجغرافي وإمكانياتها واحتياطاتها من المواد المعدنية قراءة في أبرز محاول خطاب رئيس الجمهورية نتابعها في السياق التالي استهل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني خطابه في جلسة الانتقال الطاقوي ضمن فعاليات منتدى البوابة العالمية المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتهنئة قادة الدول الأعضاء على إطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى الإسهام في الدفع بعجلة النمو والتنمية في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي خاصة البلدان الإفريقية وقال رئيس الجمهورية إنه إذا كان الوقود الأحفوري في قلب الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتقدمة فإن استخدامه المكثف اليوم لم يعد مستديما وإن جميع الدراسات العلمية حول تعيير المناخ تعطي صورة مظلمة ومثيرة لمستقبل الكوكب والبشرية ككل وفي حال حافظ استخدام الوقود الأحفوري على وطيرته الحالية فإنه سيتعين علينا العمل بسرعة أكبر لبناء المزيد من الاقتصادات منخفضة الكربون مع الحفاظ على النمو الاقتصادي أو تسريعه ومع أن التحدي هائل بالتأكيد لكن ليس من المستحيل مواجهته وبين رئيس الجمهورية أنه في هذا السياق يتسارع تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع لكن يبقى الهيدروجين الأخضر هو الذي يوفر أكبر الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اليوم وبدون تطويره على أوسع نطاق لن يكون هدف مؤتمر باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 1.5 درجة ممكنة وقال رئيس الجمهورية إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبإمكانيات بلدنا الهائلة للطاقات المتجددة التي تقدر بأربعة آلاف جيكوات من بينها 500 جيكوات جاهزة للتطوير وبحكم موقعنا الجغرافي الفريد واحتياطاتنا الغنية من المعادن والحديد جعلت لدينا جميع العوامل اللازمة لتصبح بلادنا واحدة من الفاعلين الرئيسيين في السوق العالمية للهيدروجين الأخضر وصناعات التعدين الخضراء مضيفا أن هذا هو الطموح الذي وضعناه لأنفسنا كما وقعنا مذكرات تفاهم مع أربع شركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع وهو ما سيسمح لنا بتطوير هذه الطاقة الجديدة محليا بإنتاج الصلب الأخضر على نطاق واسع وسيضع بلدنا على طريق التصنيع السريع مع تجنب بعاذات غازات الاحتباس الحراري سنويا لما يعادل دولة صناعية متوسطة الحجم ورغم ذلك يضيف رئيس الجمهورية فإن تحويل هذه الإمكانات إلى تنمية حقيقية يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة وتوسيع نطاق التكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية المناسبة وفي هذا الصدد يضيف رئيس الجمهورية قمنا بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مستوى جاهزيتنا من أجل أن نصبح منتجا تنافسيا من حيث الهيدروجين الأخضر وفي الأسابيع المقبلة سنطلق دراسة حول البنية التحتية وسيكون لدينا قبل نهاية العام كود سوليد خاص بالهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى سهل الهيدروجين الأخضر يضمن الشفافية والكفاءة والإنصاف في منح التصالح وأوضح رئيس الجمهورية أن تطوير الهيدروجين الأخضر يهدف إلى أن يكون ركيزة أساسية لمبادرة البوابة العالمية ولتحقيق ذلك لا بد من إيجاد حلول مبتكرة لتمويل تطوير البنى التحتية ومشروعات الهيدروجين الأخضر التنافسية وخض تكلفة رأس المال بالنسبة للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص من خلال المزيد من التمويل الميسر وإنشاء صناديق للضمان واختتم رئيس الجمهورية خطابه بالقول إن غالبية مشروعات الهيدروجين الأخضر التي كانت موضوع قرار استثماري نهائي تقع في البلدان الصناعية على الرغم من أن مصادر الطاقة والإمكانات أكبر في البلدان النامية وفي هذا السباق الكبير للهيدروجين الأخضر من المناسب أن لا نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه ونعول كثيرا على مبادرة البوابة العالمية للإسهام في ضمان احتلال إفريقيا الموقع الذي ينبي احتياجاتها وإمكانياتها استقبل الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود أمسي بمكتبه بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سيد فيليكس فيشور رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا وبحث اللقاء نتائج الإجابية للتقويم الأول للبرنامج الممول من طرف صندوق النقد الدولي وكذلك علاقات التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها شرى اللقاء بحضور سيد محمد لمينو الذهبي محافظ البنك المركزي الموريتاني والسيدة عيشفال فرجس مديرة ديوان الوزير الأول وسيد محمد لمينو الرداني مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول وسيد محمد لمينو الحمادي مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصادية والمالية ترأس الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود أمسي بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحقوق النسان وقد تضمن الاجتماع عدة عروض منها عرض حول الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق النسان ودراسة حول مدى مواءمة القوانين الوطنية مع الاكتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق النسان وعرضا حول مؤشرات تقدم بلادنا في الاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد للتجارب البشر وفي الختام صدقت اللجنة الوزارية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق النسان وعزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق النسان في البلد والتي تعد موضوعا محوليا في برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني من خلال العمل على النهوض بحقوق الإنسان وإرساء ثقافتها في مختلف المجالات حضر وزير التهديب الوطني وإصلاح نوام التعليم صباح أمس في مدينة كيهيدي رفقة والي قرغل رفع العالم الوطني بمدرسة الجديدة كما أدى الوزير زيارات لبعض المؤسسات التعليمية في مقاطعات كيهيدي والكصيبة متابعة لسير المدرسة الجمهورية وانتظام الدروس ومستوى حضور الطواقم التربوية في الولايات الداخلية تأتي زيارة التي أداها وزير التهديب الوطني وإصلاح نظام التعليم لولاية قرغل البداية كانت من المدرسة الجديدة في مدينة كيهيدي حيث حضر سيد الوزير رفقة والي قرغل حفل رفع العالم الوطني في باحة هذه المدرسة العريقة تنفيذا لمخرجات المدرسة الجمهورية القائمة على تقوية روح المواطنة والانتماء ليتجول بعد ذلك في مختلف أقسام المدرسة للتعرف على سير الدروس ونسب الحضور من التلاميذ والمعلمين وفي الثانوية رقم اثنين طلع وزير التهديب الوطني على وضعية الوصول ومستوى انتظام الحصص وحضور الاساتيدة والطلاب داعيا الى بذل المزيد من الجهود والتضحية من أجل المساهمة في إصلاح قطاع التعليم الذي يعد من أهم ركائز التنمية وفي قرية دار السلام التابعة لمقاطعة الكسيبة زار سيد الوزير صحبة ولجورغل مدرسة الامتدائية المكتملة تم إنشاؤها في إطار تعاون بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية وهنا تعرف الوهد على طبيعة التدريس ومستوى تجاوب التلاميذ مع الحضور للأقسام في الوقت المحدد ومواكبة مخرجات المدرسة الجمهورية التي تعطي تمييزا خاصا لأبناء المناطق الريفية الملاحظة لولا ان الحمد لله الاقبال من حيث التلاميذ انه لباس به وان كنا مازلنا مشكرين على نفهم وحدين ما فاتوا جاو كالعادة يا الله لعد هذه مناسبة ياك نقول من قرية دار السلام به الموريتاني كاملين اعلن حد ما زال عنده الشير والله ولد متخلف على المدرسة يا الله يلتحق بيها رأي الدروس تخطات حتى 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 يا الله يلتحق بالتعليم بالعجلة ايضا لاحظنا ان الحمد لله حضور طواقم والاساتذة والمعلمين انه ممتاز ممتاز يكاد يكون مئة في المئة ما فيه ضيابات في هذه المدارس بعد اللي شفنا وعموما الضياب متابع يوميا والحضور جيد نختار نقول على انه هذا العام على انه بتعليمات مجددة ومؤكدة من فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ان المدرسة عموما عموما هي الاولوية الاولى وليا الله يسمعوها الموريتاني كاملين يغير المدرسة مولي شغل الناس كاملة الدولة فعلا طار حاليها الجهد ولاهي لاهي تبخرش ما اتيت من الجهود يغير الناس كاملة واوكدها المنتخبين واوكدها اباء التلاميذ ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني يالله كاملين اجتهدوا وقت تم وزير التهديب الوطني واصلاح النظام التعليمي زياراته لبعض المؤسسات التابعة للقطاع بالتفقد لدارة الجهوية للمعهد التربوي الوطني حيث عاين كميات الكتب المدرسية الموجودة في الاكشاك وطبيعة نواقص المسجلة في بعض الكتب مؤكدا ان العمل يتركز على توفير الكتاب المدرسي بكميات كافية في جميع ولايات الوطن حمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي نظم المركز الوطني للتبرع بالدم بدعم من منظمة الصحة العالمية امس في نوكشوك ندوة علمية للدعوة الى زيادة الوعي باهمية نقل الدم باعتباره يشكل مادة حيوية ضرورية في مجال الصحة وسلامة الاشخاص وتده الندوة الى تسليط الضوء على واقع التبرع بالدم ونقله وتدارس كل المستجدات المتعلقة بالموضوع سبيلا الى زيادة الوعي الجمعوي للتبرع بالدم في اضارة تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية وتمشيا مع اهدافها وسعيا الى تعزيز برضومة الوطنية لنقل الدم يدخل تنظيم هذه الندوة الخاصة بالدعوة الى زيادة الوعي باهمية نقل الدم يشارك في الندوة وترمي وزارة الصحة وممثلون للشركاء البنيين والماليين وبعض هيئات المجتمع المدني الناشطة في المجال يعد توفر الدم ومشتقاته في جميع انحاء التراب الوطني بالكميات المطلوبة وفي كل الوقات امرا لا غنى عنه للنظام الصحي حتى يتسنى بلوغ التقطية الصحية الشاملة وبما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة في مجال الصحة العامة وفي الواقع فان عجزا في الدم ومشتقاته على مستوى هياكل الرعاية الصحية يؤدي الى تأذيل كاردي من حيث زيادة معدلات الاصابة بالامراض والوفيات اكثر من غيرها لهذا الخطر وكذلك بين ضحايا حوادث الطرق والمرضى الذين يعانون من نزيف حاد ومن امراض الدم المزمنة من هذا المنطلق فان السياسة الصحية التي اعتمدتها حكومتنا تطبيقا لتوجيهات صاحب الفخامة ركزت بشكل خاص على صحة الام والطفل ممثلة منظمة الصحة العالمية فاتي شاروتنجاي بيّنت من جانبها ان نقل الدم يعد ركيزة اساسية للنظام الصحي في موريتانيا ولضمان جودة رعاية المرضى من الضروري تعزيز النظام الوطني لنقل الدم من حيث الاطار التنظيمي والموارد البشرية والمالية وذلك لضمان توفير منتجات دم امنة وعالية الجودة للمرضى وفي عرضها لدور ومهام المركز الوطني لنقل الدم اوضعت دكتورة خد جبا ان دور المركز في توفير وتأمين الدم ومشتقاته على عموم التراب الوطني من خلال بنوك دم جهوية بالمراكز الصحية بالولاة الداخلية مبرزة اهمية تنظيم يوم للمناصرة من اجل تشجيع المواطنين على التبرع بالدم بشكل منتظم وارساء سياسة تعزيز نظم وطنية سلسة ومستديمة بشأن التبرع بالدم افتتحت صباح عامس بنوكشوط اعمال ورشة المراجعة النصفية للمرحلة الاولى بالمشروع دعم قابلية تشغيل الشباب وتدف الورشة المنظمة من قبل وزارة التشغيل تكون المهني الى مراجعة وتقييم مستوى تنفيذ المشروع اعمال مشروع دعم قابلية تشغيل الشباب الذي يستهدف ستين الف شاب في بعض ولاية الوطن تأتي هذه الورشة لتقديم ملاحظات النتائج وتقييم احتمالية تحقيق الاهداف المتوقعة لتصحيش الاختلالات بتقديم الحلول التي ستسمح باكمل المشروع منفذ هذا المشروع منذ مدة تزيد قليلا على عامين وكما هو منبرمج في اتفاقية المشروع يجب تنظيم مراجعة نصف مرحلية بعد هذه الفترة وتهدف هذه المراجعة الى تقييم مستوى تنفيذ المشروع بما يتعلق بمشترات النتائج وتحديد توجهات جديدة على اساس النتائج التي تم الوصول اليها من اجل تحقيق الاهداف المتوقعة بشكل اكثر فعالية والقيام بذلك تم تكلف استشاري مستقل بما يليه مراجعة منية المشروع وتنظيمه الداخلي مرجعيته المؤسسية ومحتواه وتماسكه ونجج تنفيذه وجودة دارته وشفافية إجراءات الصفقات وبرنامجه لتدريب وإدارة الموارد البشرية وعنظيم التسير المعلوماتي والمراقبة والتقييم ومدى امتثاله للتوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحليل فعالية التنسيق بين نقاط اتصال مختلفة مع الشركاء التقنيين والماليين الرئيسيين المعنيين واستراتيجيته بمجال الاتصال ممثلة البنك الدولي في بلادنا سيدة كريستينا سانتوس اكدت ان المشروع يعتمد على الممارسات الدولية الجيدة لتصميم نهج مبتكر ومتكامل يهدف الى تحسين امكانية توفيف الشباب الضحفة وتسهيل انتقالهم الى العمالات المنتجة مضيفة ان المشروع يركز بشكل خاص على الشباب الذين ليست لديهم شهادات او مؤهلات رسمية خاصة النساء المستفيدات من التكونات ذمنا الجهود المقدمة من قبل مشروع دعم قابلية تشغيل الشباب متمنيات ان يكون ذلك سبيلا لتشغيلهن احمدت عبدالسلام واحدة من المستفيدات من هذا المشروع وكنا نكون في مهارات الحياة والاركتين عندنا تكوين اخر في ادارة الاعمال وراجعين عندهم لنا يوفى تكوين جبرو شغل ونعودوا معنا عظيمين عن العمل ان شاء الله تم خلال هذه الورشة تقديم عروض حول الحصيلة المستفادة حتى الان كما تم التذكير باهم اهداف المشروع اضافة الى المعوقات التي تعترضه ليتم التغلب عليها في المستقبل بغية استفادة اكبر كم من الشباب لاكتساب مهارات تدعم ولوجهم الى سوق الحمل ادى وزير الاسكاني والعمران لاستصلاح الترابية من زيارة تفقد واطلاع لعدد من المشاريع قيدة الشاة في ولاية البراكنا المزيد عن هذه الزيارة نتابعه في سياق تقريب المراسل الموريتانية من مدينة يالاك تفقدا لورش الاعمال الجارية في عدد من المرافق الحيوية في ولاية البراكنا ادى وزير الاسكاني والعمران والاستصراح الترابي زيارة ميدانية للوقوف على سير الأشغال ومن المقر الجديد لمستشفى ألاق طواحي المدينة استهل الوزير رفقة والي البراكنة ورئيس الجهة زيارته التفقدية حيث تجري المراحل الأولى من تشهيد هذه المنشأة الصحية الهمة وقد أعطى تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ الأشغال كما أدى الوفد زيارة لمقر المجلس الشهوي تفقد خلالها الوزير عددا من المكاتب والمرافق التي يضمها هذا المبنى الإداري لجهة البراكنة والذي أشرفت الأشغال فيه على الانتهاء وفي بلدية شجار تابعة لمقاطعة ألاق تفقد الوزير المستشفى قيد الإنجاز حيث اطلع على المخطط البياني لهذه المنشأة الصحية ويدخل إنجازها للمنشآت الصحية الكبرى ضمن الخطة التنموية التي تعتمدها السلطات العمومية في توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الوطن اليوم في بلاية البراكنة في مهمة زيارة التفقد لأعمال البناء مختلف المشاريع التابعة على الوزارة الحمد لله التي تشهد ذرك أعمال بناء مؤسسات العمومية تقدم كبير تبارك الله أسس لبرنامج الخامسة الرئيسي سيد محمد الشعر الزواني هنا بتعليمات وزير الأول لأننا نزوروا الأعمال نعاونوا في تقدم وتسريع وثيرة هذه الأعمال في ذلك الإطارة نحن هنا نزوروا مكونات من برنامج الصحة اللي يتكون من المستشفيات كبيرة موزعة بين ولاية البراكنة والحوض الغاربي وتقانس وفيهم مكونات أخرى من المراكز الصحية عددها 20 موزعة لأمتداء التراب الوطني وفيه 28 نقطة صحية كذلك موزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني نأكد على أن في إطار المدرسة الجمهورية على أن سلطات العليا البلد عدلة عمل ملحوب متقدم بوثيرة سارعة ودرك مولي نمركزين على المشاريع الكبرى كيفية المستشفيات والجامعات هذه الزيارة اللي يتمكن لأننا نتفقد الأعمال الجارية في عدة ولايات خصوصا خصوصا برنامج الصحة ويحرص قطاع الإسكان والعمران والاستسلاح الترابي من خلال هذه الزيارات الميدانية على تسريع وطيرة الأعمال في مختلف المشاريع التابعة للقطاع لضمان استفادة المواطنين من المشاريع التنموية في أقرب الآجال الممكنة محمد من هادي قناة الموريتانية مقاطعة أليك وهنا في نواكشوط انطلاقة أمس أشغال ورشة لإطلاق مشاريع السكن الحضاري الهادف إلى توفيه السكن للمواطن في ظروف مرضية تنظم الورشة بالتعاون مع وزارة الإسكان والعمران الاستصلاح الترابي وبرنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية هي ورشة عمل منومة من قبل وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة مخصصة لإطلاق الاستراتيزية الوطنية للسكن الحضاري في بلادنا الورشة التي تدوم يومين سيتم خلالها تغضيم الآراء ومناقشة المقترحات من قبل مختلف المتدخلين في المجال بما يسهم في تحديد الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني يولي أهمية خاصة في برنامجه تعهداتي لقضايا الإسكان والعمران باعتبارهما من أولويات التنمية والتقدم والازدهاء وتدركون ما ترتب على ذلك الاهتمام الرئاسي من عمل ميداني وإصلاح إداري وقانوني حيث تجاوزت حصيلة المنظومة القانونية والإدارية المنجزة على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال السنوات الأربع الماضية أزيد من أربعين قانونا ومرسوما وبيانا وستنضاف هذه الاستراتيجية لذلك المنجز الذي تعول عليه الحكومة في رفع تحدي الإسكان والعمران ممثل برنامج الأمم المتحدة السيد ماتشوس ليفيرو وممثل بلادية فرق زيناء سيد محمد السالك ناجم ذمنا على التوالي الأهمية التي تكتسها هذه الاستراتيجية والدورة التي ستؤديه في تطوير المنظومة الوطنية للسكن في بلادنا ومن المقرر وفق القائمين على هذه الورشة أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري في فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر وذلك قبل بديء جراءات المصادقة عليها بشكل رسمي عقدت الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة اجتماعا مساء أمس بمقر حزب الينصافي وكشوط جددت خلاله موقفها التضامنية الحازمة مع الشعب الفلسطيني واستنكارها للأعمال الإسرائمية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأشهدت الأحزاب السياسية بموقف رئيس الجمهورية سيد محمد الشهر العزواني من القضية الفلسطينية ودعوته المتكررة للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة كما ثمنت خطاب الأمين العام للوان المتحدة الذي دعا فيه إلى الوقف الفولي لإطلاق النار في قطاع غزة دعية إلى تلبية هذه الدعوة والحرص على وقف عملية لبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفي ختام الاستماع أصدرت هذه الأحزاب البيانة الآتي حول القضية الفلسطينية السياسية الموليتانية معارضة وأقلبية لا تشيد بالمجهودات التي قام بها مناضرها وقواها الحية وشعبها بصفة عامة في هذا الحراك وتذمن عاليا موقف فحامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيق القزواني وحكومته الذي عبر بصدق عن مشاعر جميع الموليتانيين تجاه إخوتهم في فلسطين وما قام به منذ اللحظة الأولى من مجهودات المؤازرة والمناصرة تجاه أهالي القزة في الوضع الكارثي الذي يعيشونه في وطنهم المحتل الجريح إن الطيف السياسي بكل مكوناته ونصرة الشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان الذي تجاوزت وحشيته حدود العقل والإستانية من تقتيل الأطفال والنساء والمرضى والعجزة وتدمير البنايات على رؤوس ساكنها كما أننا في الأحزاب السياسية نشجب أن يتواطئ ودعم للاحتلال في جرائمه ونرفض زواجية المعائير في التعاطي مع القضية الفلسطينية ونشيد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة ونطالبه بما تمليه عليه مسؤولياته التي في مقدمتها الحرص على تطبيق قراراته وتوصيات هيئات منظمته والتي منها أيضا حماية حقوق الإنسان كما نشجب الحملة الشرسة التي يتعرض لها والتي تهده إلى طمس الحقائق والخلط بين الضحية والجلال ونؤكد أن أحزابنا ستظل في حالة استعداد المتواصل حيث شكلت لهذا القرض عدة رجال مختصة للإشراف على أشيطتها المؤازرة للشعب الفلسطيني في محنته والوقوف ضد كل الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من طرف المحتل الإسرائيلي الظالم نهاية نشرة الواحدة من الموريتانية وهذا تذكير بعلاوينه بعد مشاركته في أعمال منتدى البوابة العالمية رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوت قادما من بريكسل رئيس الجمهورية استقبل في بريكسل مديرة العمليات بالبنك الدولي ووفدا من رجال الأعمال الأوروبيين اللجنة الوزارية المكلفة في حقوق الإنسان تصادق على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والوزير الأول يلزم القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود شكرا لكم إنما كنتم على كرم المتابعة تحييرا للقاء اشتركوا في القناة